السباح الخير عليكم. كي سبحتو. انتمنوكم تكونوا على خير وبخير. الاسباح هادي ندير معكم واحد طواجن مغربي. ها هو طواجن دينا. السباح الخير عليكم ونهاركم بروق. انتمنوكم تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله بصحة وسلامة هي الاساس. غادي ندير معكم واحد طواجن. السابل ديال الجاج. وليلي كيم اللي هي الخضيرة ديالنا. ان شاء الله. غادي نشرملو ها شوية ديال الجاج. ونديرو شوية ديال خرقون. يعني معلقة وما مرش. غادي نزيدو قصبور مدقوق. تنخبوها هاد الجاج اللي درنا. ومن بعد تنزيدو شوية ديال الابزار. انا بزار تندير غير القياس يعني عينيك وميزانك. اخوة على هاد الشيء بطير انتع الزيت. وتنشرمل هاد الجاج ديالي. وتنخليهم على جمب. هاد كنجي نديرهم فطاجين ان شاء الله. باش كيدخل فيهم داك العطرية. عفوا انا ننسيت مدرس اسكنجبير ما قتلكم شعلي. ونضيفه شوية ديال سكنجبير. انا هاد العطرية كلها غادي نضيفها في الطاجين من بعد. ولكن كمان ما ننسى وش نديرو شوية ديال سكنجبير. من بعد ما حركنا مزيان ودخلنا هاد الشيء العطرية عفاكم. عفاكم تسمحوا لي. هاد العطرية يعني دخلنا في هاد الجاج. وتنخليوا على جمب واحد شوية. هاد نولي والعندكم ان شاء الله. ومن بعد ما العطرية دخلت لنا مزيان. فلتفج ديالنا. ديبا اش هاد نديرو. ديبا غادي نخويه واحد الكويسة ديال الزيت حاط واجن. بسم الله. هذا الكصغير في الزيت البلدية والزيت الرمية. ديبا غادي نديرو الطاجين يعني ديرو الخضرات ديرو كل شيء. وتشعلو عليها ماشي مشكلتها. ديكرة طريقة سهلة مهلا. تنجيبوا البصيرة ديالنا. تنخلوها. تنجيبوا عليها اوتوماتيك هاد اللحيمة ديالنا. باش نخلي واحد شحر. انا بعد نزيدو له ان شاء الله. الخضرات ديالو. ومن بعد ما تشحروا نعرفو النجاج ديالنا. مع هاد البصيلة دابا ان شاء الله غادي نبقى ونديرو الخضرات شوية ومشوية. على بركة الله انا غادي نبدأ ندير اخي الزوء هو الول. بحيث انا يعني الطريقة الخرارة راكم تتعرفوها. اللي هي. يعني تنجيبوا كل شيء في خطره. هاد تنشعلو على الطاجين ديالنا. تنستفو خزو. يعني هو الول باش اللي عنا خزو هو اللي قصة احضرتو انا بالخضره. يعني يخصو ايجي التحته باش اي طيبنا. من بعد انا شنودرت تومي ديالي قطع تفسوس. يعني خليتها هيكة باش تتبقى. ما نبغيش نحرقها مع الزيت في الاول. ترميها في الطاجين بهذه الطريقة تتدوب. ومن بعد غادي نجيبوا. انا عندي هنا الجلبانة. وعندي هنا لريكو. هادون انا عندي في الكونجيلاتور ديال الجردة. يعني بيو ما فيهم شي حاجة سميته. سوف نمخل سوف نعملهم. اخوضهم بهذه الطريقة. نمخل بطريقة عادية. نحن نضع ملزة نضع ملزة هذه نقاط لأسفل لنابق نضع ملزة ويوجد ملزة لإخبار ملزة نضع ملزة ونضع ملزة لن تحطم ملزة سوف نضيف البطاطا 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 مهما يحسن من الخضراء نعيب طيبه ولكن الخضراء يزوينا الصحة الصراحة ولوليداتنا يعني الإنسان يدر الوليدات والحاجة يزوينا ويحاول أي مرة نصيحة تطيب الوليداتها في الطريق قدر الإمكان ديال ليلة ما كانتش خدامة ولا القدسة وقيتها يعني هكامنا تكون في الدار تطيب الوليداتها لأنه لا يحسن من الحاجة ديال الدار لوليداتنا ومن بعد ما طلعتنا الغلية هداك الخضراء اللي درنا مع خيزو دابا زدنا البطاطا والقرعة يعني أنا درت غيشوية ديال القرعة ما درتش بزاف هاد الخضراء اللي درت كلها غادي تنزل صراحة مكين ما حسن من الخضراء سنقلها مرة أخرى ودابا غادي نشنتو على طواجن ديالنا يطبع لها خطر خطره يبال لكم درت بزاف ديال الخضراء ولكن أنا تنحمق على شي حاجة ديال الخضراء وتوليداتي الله يخلي وملي ويخليكم وليداتكم تيحمق على الخضراء وتنشدوا على الطاجين ديالنا هنا تتشدي وتتعرف على الشديتي يعني تتطيبي بيديك ماشي بحام كلة الزنقة هادي نصيحة بزاف ديال العيالات اللي تيخلي وليداتهم فلاكونتين ديال المدرسة وتيكونوا في الدار هذا خطأ تيرتكبوا العيالات وخصوصا اللي في الخارج يعني على بره يعني عندهم بزاف هذه المسألة اللي تيخذه من الله يحصل له العوان ومن بعد ما طابت او لا من بعد ما طابت من بعد ما طابت من بعد ما طابت طواجن ديالنا غادي نحلو عليه ان شاء الله وغادي ناكله بصحة والسلامة ها هو الطواجن ديالنا يا سلام رغم نوجهه طيبة نعني الخضيرة هي الأساس كل شي طابت برقلة وبصحة والراحة